تستمر قوات النظام والميليشيات الموالية لها في حملتها العسكرية على تنظيم الدولة في بادية السويدة على الرغم من المخاوف التي يبديها الأهالي حول مصير المختطفين من أبناء المحافظة لدى التنظيم زهية فواز الجباعي إحدى المختطفات لدى تنظيم الدولة تحدثت وسائل محلية في السويدة عن إرسال التنظيم صورة للسيدة وهي متوفية حيث علل التنظيم سبب موتها بمشاكل صحية ونقص الرعاية لها لليوم الخامس على التوالي تواصل قوات النظام مدعومة بالميليشيات الموالية لها والطيران الروسي حملتها العسكرية على مناطق سيطرة التنظيم في ريف السويداء الشمالي الشرقي حيث شنت المقاتلات الروسية غارات جوية على منطقة الكراع عمليات النظام العسكرية تزامنت مع سحب روسيا لقوات أحمد العودة شباب السنة التي دخلت بمصالحات في الآوينة الأخيرة من بادية السويداء إلى مواقعها في بصر الشام بريف درعا شبكة السويداء 24 كشفت عن مصدر لن تسمه أن الجانب الروسي طلب من فصائل المصالحات عدم تبني مشاركتهم على إعلامهم الرسمي وبرر ذلك بأن العمليات في منطقة اللجات تقودها ميليشيا الأسد وفصائل المصالحات ليست إلا فصائل رديفة لتلك الميليشيات بينما ينضي النظام بخياره العسكري في بادية السويداء يرى مراقبون أن الأوضاع هناك باتت أكثر تصعيدا من الناحية الميدانية خصوصا بعد تعثر المفاوضات فيما يتعلق بالمختطفين بين تنظيم الدولة من جهة والنظام وروسيا من جهة أخرى يتساءل الأهالي في محافظة السويداء عن سبب إجلاء النظام لعناصر التنظيم الدولة من جنوب دمشق ومنطقة حوض اليرموك إلى بادية السويداء وما هو الثمن الواجب دفعه لإبعاد تنظيم الدولة عن محافظتهم